الخبر أولي عدنا عن فضيحة بيسان وأنس الشايب وكذبهم على المتابعين فبيسان وأنس ذو حذر مقطع على قناة بيسان باليوتيوب هذا المقطع هو مقلب الإغمار في أنس الشايب بس بدأ المقلب هي قادة أن حطلت هذه الكاميرا عساسا ثبتها ككاميرا ثانية سبحان الله هي ثبتت الكاميرا على اساس هنا مثل ما شايفين اساس هي كاميرا صغيرة وما حتى تبين ولكن بس بدأ المقلب وجاء أنس الشايب وسبوا نفسه منصدهم وسبحان الله بعدما أخذت البيسان للكاميرا تباونا أنس الشايب تبين لأنه يحطك كاميرا أساسا جبيرة وقوبرا صغيرة وسبحان الله أنس الشايب من دخل غرفة اللي كانت أساسا الكاميرا بقدراسي وما قدر يشوفها فالسؤال يطرح نفسه هالمقلب كان تمثيل أو تمثيل اكتبنا يا حبابي الكومنتاج شاركوا بالخبار وهل تتعرفون شيء موضوع من زمان أو هل تصدمتو بيه الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة وإنجازات اليوتيوب فأول اليوتيوب العادنا هي بيسان تكتبان ما وصلت قناتها باليوتيوب ل400 ألف مشترك اليوم وصلت حسابها بالإنستغرام لل400 ألف متابع إن شاء الله ألف مبروكوا عقبال 10 مليون يا رب وطبعا لا تنسوني يا حبايب اللي تباركول للكومنتاج على هذا الانجاز أما اليوتيوب الثالثة هي نورستار فالنورستار نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات وهذه الستوريات أعلمت من خلالها أنه ستبدأ بمشوارها بالجيمينج قريبا مشتخلص مشاكلة على العائلية وصارت إسأل المتابعين تريدون هل محتوي اللي حتنزله أول مقطع يكون عن بوب جي أو يكون ألعاب روب كنتم من أحباب الكومنتات شقيمتها بحبسين اللي بداية نورستار بالجيمينج الخبر الثالثي لعدنا عن تهجم المتابعين على بيسان والنس الشايب بين الشايب نزل هذا المقطع على حسابها بالتكتوك وبهذا المقطع اللي يساوي بيشاغري برحصة لكم تفاه 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 هو أبو كاتب عليه إنه بفضل الله تعالى أبو خرج من العناية المركزة لكنه حاليا تحت المراقب حتى ما يصير زين إن شاء الله يا رب بعد النزل شوية ستورية صار قبيناس الكلام تقريبا رحضوكم الستوريات هذه وشوفو شنو حجعل أبو الله يسعد مساءكم جميعا كيف الحال شو الأخبار أبشركم والحمد لله بفضل الله تعالى اليوم بابا خرج من العناية المركزة وتجاوز مرحلة الخطر بفضل الله تعالى وإن شاء الله خلال الأيام القادمة رح تحصل وضعه أكثر بإذن الله ورح يخرج من المستشفى ولكن زي ما قلت لكم الحمد لله تجاوز مرحلة الخطر بفضل الله تعالى وثم دعواتكم والله يسعدكم يا رب شكرا لكم جميعا وهو طبعا حاليا تحت المراقبة التامة وإن شاء الله رح نوضح لكم إن شاء الله الأيام الجاي شو اللي صار بالتفصيل رح نشرح لكم إن شاء الله كل اللي صار الله يسعدكم وتحياتي طبعا الله يشفي يا رب وإن شاء الله يتحسن بسرع وقت وتسويتون يا حبايب إن نسوا دعونا بالكومنتات الله يشفي يا رب ويرجع لنا بسرع وقت الخبر الخامسي اللي عادنا عده هجم متابعين نارين بيوتي على نورستارز أما نساء عن السبب نورستارز نساء الحسب بالإنستجرام هذا البوست وهذا البوست بهذه الصورة وكل عادة كل الكومنتات اللي يجديها من المشكلة اللي صارت بينها وبن نارين بيوتي قادروا يتحجمون عليه هدموا أحييين ونارين بيوتيحسن منكم من هذا الكلام فكتبوا نحبايب لكومنتات ستستعقل التحجم اللي تعرضت له أو لا وبسوالله يا حبايب لنها وصلت المقطع طبعا حبايب لحمد الله وقناتي الثانية وصلت 100 ألف مشترك فإن شاء الله ألف مبروك علينا يا حبايب وإن شاء الله اليوم بالليل رح تنزلنا حلقة بقناتي الثانية ستكون كورج خرافية يا يوتيوبر رحيب بس نتضروح حلقة اليوم الساعة بال11 وبس جانبك فعزي مقاتل من القصص ومع السلامة